بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأصلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء التاسع والأربعين بعد المئة الأولى وهو اللقاء العاشر والأخير مع الإمام عبد الرحمن ابن عمر الأوزعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسأل ربي صدق التوكل عليه وحسن الاعتماد عليه وقوة اليقين به هبلنا ربنا عينا منك ترعانا ونورا منك يغشانا وعفوا منك يشملنا واجعلنا يا ربنا لسان صدق يسمع وعملا صالحا يرفع اللهم آمين ولازلنا مع بعض فتاوى الإمام الأوزعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ضمن المسائل التي أفت فيها وقد أفت في مسائل كثيرة وانتقيت بعض المسائل لحاجتنا الماسة إليها فمن ضمن المسائل ما حكم بول وروس ما يؤكل لحمه من الحيوان والطير وما حكم أيضا بول وروس ما لا يؤكل لحمه أو يشرب لبنه من الحيوان والطير رأيه إمامنا الإمام عبد الرحمن بن عمر الأوزعي إنه يرى أن كل طير أو أن كل حيوان يؤكل لحمه ويشرب لبنه أو يشرب لبنه فهو طاهر أي بوله وروسه طاهر لا ينجس وهو رأي جمهور الفقهاء هو نفس رأي جمهور الفقهاء واستدلوا على ذلك بيعني قصة العرانيين القوم الذين قادموا إلى المدينة واجتووا المدينة من عرينا وأصيبوا بداء الاستسقاء عزمت بطونهم واصفرت وجوههم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من يعني ألبان إبل الصدقة وأبوالها فظلوا على ذلك مدة أسبوعين فصحوا وسمنوا لكنهم غدروا في الحقيقة في النهاية لكن الذي يعنيني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة الصحيحة أشار عليهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألمانها وقالوا لو كانت الأبوال نجسة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم فهذا في الحقيقة واستدلوا بدليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم أي في المكان الذي تبيت فيه الأغنام فقال صلوا فيها أي صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إلا أن الإمام الشافعي في الحقيقة يعني قال نعم تصح الصلاة في مرابض الغنم بشرط تنحية ما فيها من فضلات ويعني أرى شيئا من التكلف في رأي إمامنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المسألة طيب ما الحكم في أبوال وروس الحيوان والطير غير مأكول اللحم فهو قولا واحدا نجس وهذا هو الراجح من رأي جمهور الفقهاء أما فيما يتعلق بأبوال الإبل فالبعض في الحقيقة بيطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول التقليل منها بسبب ذلك الحديث وأحديث أخرى كحديث الزبابة مثلا هنا في الحقيقة يعني وقفة مختصرة يسيرة أولا يعني لو وجدت أدوية وعلاجات أخرى لعلاج حالة من الحالات فهل حذر الشرع يعني استخدامها واستعمالها وهل كان هذا الأمر للوجوب أن يجب وجوبا أن تشرب من أبواب الأبوال الإبل وألبانها لم يكن في الحقيقة الأمر للوجوب إنما أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الأمر كان من العلاجات المتيسرة المتوفرة المتاحة في ذلك الزمان لكن لو وجدت علاجات أخرى في زمننا هذا هل أتركها لأذهب مثلا لأبواب الأبوال الإبل وألبانها؟ من ذهب فهذا أمر يرجع إليه لا يلزم به غيره وهو نفسه ليس ملزم به إذا وجدت علاجات أخرى لكن عكف بعض الموفقين على دراسة ذلك الأمر مدام قد خلد من فاب المعصوم صلى الله عليه وسلم فأجرت يعني جامعة الجزيرة بالسودان من سنوات طوال تجربة على عدد من مرضى الاستسقاء والكبد وسقتهم بمقادير محسوبة ومن إبل تعلف علفا خاصا وترعى في مراعي خاصة جيدة صحيحة سليمة فسقوا قدرا من الحليب والبول فصحوا بعد مدة وديزة وعادت إليهم عافيتهم والتسقت بطنهم بظهورهم وذهب ذلك المرض الذي كان عندهم وده بحث منشور وأخذه بعض الباحثين وأشارت إليه الهيئة هيئة الإعجاز العلمي والطب في القرآن والسنة وهو موجود عندهم وقد اطلعت على تلك الأبحاث أستاذ أخرى أيضا في المملكة العربية السعودية وكان بيشرف على ذلك البحث في السودان أستاذ دكتور بيروفيسور دكتورة أخرى في المملكة العربية السعودية تسمى يعني أحلام العوضي أجر الدراسة أيضا وأثبتت فائدة لذلك الأمر لكن لا نقول بإلزامه بتعميمه وجدت علاجات فبها ونعمة وإلا فمن فعل ذلك وتحت إشراف طبي وبمقادير محددة نافعة ومن إبل بمواصفات معينة صحيحة سليمة وخضع لذلك الأمر تحت إشراف علمي وطبي فليس في الأمر شيء أظن أن المسألة سهلة وبسيطة لا تحتاد يعني إلى شوشرة وإلى تغبيش وإلى طعن نسأل الله العفو والعافية أيضا من ضمن المسائل التي أفتى فيها إمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما حكم صلاة النافلة في أوقات الكراهة أوقات الكراهة كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة ابن عامر أنه قال يعني سلاس ساعات نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا الساعة الأولى كما أشار حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع أي عند شروق الشمس حتى ترتفع أي بعد الشروق تقريبا بربع ساعة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل يقوم قائم الظهيرة أي حينما يقف الإنسان ولا يكون له ظل يقوم قائم الظهيرة أي يقف الإنسان أو ننصب خشبة لا يكون لها ظل تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء حتى تميل أي تميل إلى جهة الغرب فإن مالت ظهر الظل بعد ذلك بإمكاننا أن نصلي والساعة الثالثة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب تضيف الشمس للغروب أي حتى تميل الشمس للغروب حتى يكتمل غروبها دول الثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في تلك الأوقات وعن سر النهي وحكمة النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشمس بتطلع وتغرب بين قرني شيطان وده وقت وسوسة الشياطين لما لأن عباد الشمس كانوا يسجدون لها عند إشراقها وعند غروبها فمن باب فطم النفوس عن التشبه بأمثال هؤلاء من عباد الشمس فهنا نهينا عن الصلاة في ذلك الوقت رأي إمامنا الإمام عبد الرحمن ابن عمر الأوزعي يرى كراهة التنفل في تلك الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وبيقول سواء كانت الصلاة لسبب كتحية المسجد أو ليست ذات سبب كصلاة التطوع وقد نقل عنه ذلك الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم هو نفس رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين أما ما ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي فقد ذهب رضي الله تعالى عنهما أن النهي عن ابتداء النافلة عن الشروع في النافلة في الأوقات للتحريم باستثناء زوات الأسباب الصلاة لسبب عند الإمام الشافعي أن الصلاة لسبب جائزة كتحية المسجد عند الإمام الشافعي كقضاء نافلة في أوقات الكراهة بعد العصر بعد صلاة الفجر فهي جائزة فهي صلاة لها سبب كصلاة الجنازة صلاة لها سبب عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين الإمام بن قدامى في المغني قال ولا يبتدئ أي المصلي في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذاتي سبب أما التطوع لسبب كمن يعني يصلي فريضة في ذلك الوقت فدي صلاة لسبب من وجد جماعة قائمة فأعاد الصلاة التي صلىها فهي صلاة لها سبب سنة الفجر التي لم يصليها قبل وصلها بعد فهي صلاة لها سبب وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر لما شغيلا عن صلاتها بسبب أمر من الأمور شغل النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة ركعتين سنة الطواف فهي أيضا صلاة لها سبب وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين أما الإمام مالك فيرى في الحقيقة يعني رأيا فيه شيء من التفصيل أنه بيقسم الوقت المنه عنه إلى قسمين قسم فيه وقت محرم تحرم الصلاة فيه والقسم الثاني أوقات يعني كراها أوقات حرمة وأوقات كراها طيب يكون تحريم النافلة تحريم النافلة عند الإمام مالك عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند خطبة الجمعة وحال إقامة صلاة الفرد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وعند توجه الإمام لخطبة الجمعة فالأوقات التي تحرموه النافلة فيها عند الإمام مالك عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند خطبة الجمعة وعند قيام الإمام لأداء خطبة الجمعة وعند إقامة صلاة الفرد وده مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه وتكره صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قد الرمح يعني بعد شروخ الشمس تقريبا كما قلت بربع ساعة وبعد صلاة العصر حتى يكتمل غروبه أما الشمس أما أداء الفرائض في أوقات الكراها فلا شيء فيه ويعني ولا كراهة في الأمر وده رأي الإمام مالك لأنه هو وقت الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها أو شغل عنها فليصل لها في الوقت الذي تيسر له الصلاة فيها طيب سؤاله علاقة بنفس الأمر ما حكمه أداء النافلة وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة حكم أداء أن من دخل والإمام يخطب فماذا يفعل عند الإمام مالك كما سمعنا منذ قليل أنه لا يصلي بل يجلس يعني من دخل إلى المسجد أو الإمام يخطب أو الإمام صعد المنبر فليجلس في المكان ليستمع للخطبة ده رأي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رأي الإمام الشافعي والإمام أحمد إنه يستحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما ثم يجلس ورأي الإمام الشافعي والإمام أحمد هو الأجدر بالقبول لأدلة نبوية صريحة وصحيحة فقد استدلوا بما رواه الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلياركع ركعتين وليتجوز فيهما فهذا نص صريح صحيح في المسألة إذا جاء أحدكم يوم الجمعة دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلياركع ركعتين وليتجوز أي لا يطول في الركوع والسجود والقيام إنما يصل ركعتين خفيفتين لسماع خطبة الجمعة وطبعا هذا نص كما قلت صريح في المسألة يعني لا تجوز مخالفته والإمام مالك الأحناف ذهبوا إلى كراهة صلاة ركعتين يعني عند قيام الإمام ربما لم يبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربما في حديث سليك الغطفان لما قدم والنبي يخطب على المنبر أصليت يا سليك قال لا قال كم قم فصلي ركعتين فأقامه النبي والحديث صحيح أيضا المالكية لهم وجهة نظر أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى هيئة رسة وحالة من حالات البؤس والفقر على سليك فخصه بالذكر وأقامه ليراه الناس لترق قلوبهم لمواساته بالمال والسياب إلى غير ذلك لكن في الحقيقة النص صريح وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا قدم أحدكم ودخل المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وقوله لسليك أصليت قال لا قال قم فصلي ده في الحقيقة نص صريح ونص صحيح ولا يجوز بحال يعني أو لا تجوز مخالفته بحال من الأحوال ونلتمس العزر للإمام مالك والإمام أبي حنيفة ربما لم يصلهم ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ربما رأى الإمام مالك أخلى المدينة يعني يدخلون المسجد ويدلسون دون صلاة فقدم عمل أهل المدينة وأخذ بقول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم لكن في الغالب لم يبلغه حديث النبي وإلا لو بلغه ما تجاوزه رضي الله تعالى عنه أرضا أمر في الحقيقة اخترته متعمدا تمس الحاجة إليه لأنه يعني ووجع إلي ذلك السؤال أكثر من مرة وهو موجود على وسائل التواصل المختلفة إن البعض يبعث برسائل أن من يتكلم عند الأزان يحرم من النطق بالشهادة عند الموت وينسب ذلك القول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل هذا الكلام صحيح؟ فهل الكلام عند الأزان حينما يؤذن المؤذن يحرم من النطق بالشهادة عند الموت دا سؤال في الحقيقة يحتاج إلى جواب ما اذهب إمامنا الإمام عبد الرحمن بن عمر الأوزعي إنه يرى كراهة الكلام عند الأزان ما خلش حرمة ولم يقل لنغي النبي عن ذلك إنما يرى كراهة الكلام عند الأزان وأن المسلم يعني مرغب في ترديد ألفاظ الآزان عند سماعها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن أي رددوا ألفاظ الآزان ترديد ألفاظ الآزان في الحقيقة هي استدلاب الإقرار من المردد لسماع ألفاظ الآزان حتى يلزم الحدة بأنه سمع لو لم يصلي ليكون شاهدا على نفسه بدخول وقت الصلاة مع ترديد ألفاظ الآزان وكأنه حمل أو فيه حمل للإنسان على أن يخجل من نفسه إن كان لا يصلي ليصلي مع ما يتبع الترديد من اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ده أمر الأمر الثاني إنه بيؤدر لأن الفعظ الآزان فيها ذكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفعظ الآزان فيها ذكر فإمامنا يرى كراهة الحديث لغير الحاجة عند سماع صوت المؤذن وأن الأولى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمي أن يردد ألفاظ الآزان وهذا في الحقيقة يعني كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال دا رأي جمهور الفقهاء لا نعلم أحدا من أهل العلم يقتدى به يعني فعل غير ذلك ويعني دا نقل الحافظ ابن حجر ونقله ابن المنزل في الأوسط وابن قدامى في المغني وهو ما عليه جماهير أهل العلم أن الكلام لحاجة وقت الأزان لا شيء فيه الكلام لحاجة وليس لغو الكلام ومن السنة ترديد ألفاز الأزان أما الكلام لغير الحاجة فيكرا يكرا فكرهه البعض ولم يرى به بأسا البعض الآخر طبعا كما قلت يردد البعض حديثا منسوبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يعني من سمع الأزان وتكلم عند سماع الأزان يحرم من النطق بالشهادة فهذا في الحقيقة كلام باطل لا قيمة له ويعني لا يجوز لمسلم ترديده لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلنحذر أحبتي من ترديد كلام منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا لأنه للأسف الشديد يعني ينطلع على البعض من يعني قليل العلم وربما ظنوه من الدين وهو ليس في الحقيقة من الدين فهو كلام باطل لا أصل له بل روى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موطئه أنهم قالوا كنا نتكلم حينما يؤزن المؤزن يتكلمون لحاجة في زمن خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإذا ما قام عمر وصعد المنبر سكتنا سكتوا جميعا لسماعي خطبة الجمعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه هؤلاء هم الصحابة وكبار التابعين وفعلهم وقولهم أولى بالقبول من غيرهم فكانوا يتكلمون لحاجة لحاجة فإذا ما صعد الخطيب المنبر سكتوا جميعا وأصغوا لسماع خطبة الجمعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه أيضا من المسائل التي أفتى فيها إمامنا وهي مسألة أيضا لها علاقة بالأيام التي نعيشها ونحن يعني في أيام حج أسأل ربي أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع الحج واجب على الفور أم واجب على التراخي بمعنى إن من كان قادرا على أداء مناسك الحج في عامه هذا أو في أي وقت كان هل وجب الحج عليه في وقته أم بإمكانه أن يؤدل أداء مناسك الحج لعام قادم أو يعني بعد مدة من الزمن رأي إمامنا الإمام عبد الرحمن بن عمر الأوزعي أن الحج واجب على التراخي ويرى أن وقته موسع فبإمكانه لو لم يحج في عامه هذا أن يحج في العام الذي يريه وهو رأي جماعة من يعني الصحابة وبه قال الإمام الشافعي ورواية أيضاً عن الإمام أحمد ابن حنبل ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الحج في السنة التاسعة في أول حجة في أول حجة للمسلمين فأمر أبا بكر على الحج ليكون أميراً على الحج ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ربما لأمر يعني معلوم أو غير معلوم على كل لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج الكثير من الصحابة فبالتالي قالوا أن الحج يجب على التراخي وليس على الفور واستدلوا أيضاً بدليل عخلي آخر أن من قدر على الحج في عامه هذا ولم يحج ثم حج بعد ذلك بسنة أو سنتين فأداؤه للحد يعتبر أداءاً وليس قضاءاً فمدام أداءاً فقد أدى الحج في الوقت فبالتالي الحد يعني الحد يجب على التراخي وليس على الفور وإذا رأيي في الحقيقة الإمام الأوزعي والإمام الشافعي وبعض الصحابة كما أشرت ورواية عند الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عن الجميع الرأي الثاني في الحقيقة ذهب إليه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين إلى أن الحد يجب على الفور يعني ما دمت قادراً على الحد فعدل بالحدي دون تأخير وجب أي دخل وقته فيجب عليك أن تبادر بالحج وده في الحقيقة يعني رأيي أيضاً الكثير من العلماء ويعني من يعني الفقهاء واستدلوا بأدلة طبعاً كقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً يعني وجب عليه وأتموا الحد والعمرة للأودي في الحقيقة هي نصوص عامة لا يخفى على علمائنا الكبار أنها نصوص عامة لكن استدلوا بحديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي قال من أراد الحد فليعدل فإنه قد يمرض المريض وده على سبيل المجاز يعني أن يمرض الصحيح يعني فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة تضل الدابة ربما الإجراءات والشروط للحصول على التأشير تكون صعبة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحد فليعدل مخافة أن يمرض السليم أن تضل الدابة ربما لا يجد وسيلة نقل بسبب الزحام الشديد يقول لك ما فيش حد بعض بيبحث عن دسكرة لطائرة فلا يجد أو يعني ربما حاجة تحول دون ذلك وعلى كل الذي أرى والله تعالى أعلم أنه من استطاع الحد فليعدل بأداء مناسك الحد لكن إن أخر سنة أو سنتين وهو سليم معافة إن شاء الله تعالى لا بأس يعني ولا شيء في ذلك أخزا برأي الإمام الشفعي ورواية عن الإمام أحمد الإمام الأوزعي رضي الله تعالى عن الآئمة أجمعين بقيت في الحقيقة بعض المسائل لكن أشير لي مسألة باختصار حكم من قال علي حرام أو يعني الحرام علي إن فعلت كذا يقول ذلك لزوجتك الإمام الأوزعي يقول من قال يعني علي الحرام فيعني يعني عليه كفارة يمين لكن ما الحكم لو نوى طلاق لو نوى طلاق كما قال الإمام الشفعي فهو طلاق لو قال لزوجته نوى ظهارا فهو ظهار نوى يمينا فهو يمين إمامنا الكبير العالم الأديب الفقيه المحدث الورع الجريه الصادع بالحق عبد الرحمن بن عمر الأوزعي والذي ولد سنة ثمانية وثمانين في سنة مية سبعة وخمسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمامنا دخل حماما عاما ليغتلس ليغتسل يعني والحمامات تكون بالأجرة صاحب الحمامي يدخل شيئا ليستدفئ به أيام البرد الشديد في بلاد الشام وأغلق الباب وذهب لحاجة فيعني جاء بعد مدة وجيزة فوجد الإمامة في الحمام مستقبلا القبلة وضعا يده تحت خده ونائما قد فارق الحياة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ربما بسبب الدخان المنبعث الله تعالى أعلم ربما وفاه أجله وقد تطهر واغتسل والله تعالى أعلى وأعلم لكنه وجه نفسه للقبلة حاول فتح الباب لأن الباب كان مغلقا من الخارج وكان عمره في ذلك الوقت قريب من سبعين سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمامنا الكبير عند موته قم والي يعني بيروت وقال وهو يعني يتكلم والله كنت أخافك أكثر من الوالي الذي ولاني أو الخليفة الذي ولاني رحم الله تعالى إمامنا الكبير والعالم الجهبز النحرير عبد الرحمن ابن عمر الأوزاعي ورضي الله تعالى عنه وأرضاه وسائر أئمتنا أجمعين إن شاء الله نواصل المسيرة مع فقيه وعالم كبير الإمام الليس ابن سعد المصري في اللقاء القادم القريب لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيبي إجيت معكم أستودعكم الله السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته